خد بقى مني كلمتين دول عشان ممكن تتفايق شويتين تلات احنا طبعا كلنا قعدنا النادي بعودة الجماهير كلنا عايزين الجماهير ترجع المدرجات بعض الاندية تشتكي ان التزاكر ما بتخلص في المباراة بتاعتها ما بتخلص محدش بياخدها محدش بيشتريها لا روحوا الاستاد استمتعوا انا فاهم ان في جيل كبير جدا ما جربش متعة الاستاد في جيل كبير جدا ما جربش متعة الاستاد احنا عادنا سنين طويلة بدون جماهير ففيه ناس كتيرة مش فاهمة اهمية ولا متعم الحضور المباراة في الاستاد جربوا روحوا الاستاد استمتعوا بالاستاد فيه ناس طبعا شايفت تزكارة غالية واخيرا فاعل النهاردة رابط الاندية انها خفضت سعر التزكارة التزكارة الموحدة الـ 75 جنيه وفي رأيي يعني في رأيي انا فاهم انه لما بقول كده ممكن ناس تدعي بس 50 جنيه ده رقم معقول معقول بالنسبة لأسعار الحاجات الترفهية في حياتنا يوميا يعني تزكارة الثاني ما قاعدتك في الكافية يعني الحاجات الترفهية لأن انت لو عايز ترفع عن نفسك وهتدفع 75 جنيه اوكي مش بقول انه رقم قليل ممكن يبقى رقم كبير عند كثير من الناس بس هو رقم ترفهية لو قدام انت رايح ترفع عن نفسك مباراة في الاسبوع مباراة في الشهر يعدو يعدو وسروح استمتع بالمباراة استمتع دي فرصة عظيمة جدا شايفين المنظر عامل ازاي نفسي بقى الاستاد احنا وصلنا لخمس تلاف بإذن الله نوصل للرقم ده الرقم ده عادة الرقم ده عادة المدرجات لما بتتمني بتتمني في المطشط الكبيرة وبالمناسبة من قبل عشر احضاشر سنة عشان يكون الراجل بحب بروح الاستاد يعني كان دايما المباراة الكبيرة اللي بيتمني فيها الاستاد مباراة مثلا يعني الاهلي وامبي الاهلي ودي دجلة الاهلي وطرف تاني مفوش جماهير الزمالك ومصر المقص ما كانتش دايما المباراة دي بيبقى فيها جماهير كتير وكنا ساعتها وانا فاكر كابتن الكبير كابتن محمود بكر وكابتن ميمي الشربيني لما كان بيعودوا بيعلقوا اساطير التعليق في مصر يقولك يا جماعة عايزين نبنى المدرجات يا جماعة المطشط دي كلها حلوة فكان دايما فيه نزوح عند الناس لو المطش مش كبير لو المطش مش كبير وفي جزئية اخرى مهمة انه زمان احنا لما كنا بنروح الاستاد وانش نتكلم في الكورة مع بعض زمان دلوقتي السوشال ميديا خلت الناس بتعمل جروب على الواتساب يقضوا يهزروا مع بعض يتحاقوا مع بعض يق lum pioneer فالموضوع بقى عالم افتراضي اكتر منه عالم حقيقي فالناس بنبقى اشفاري معها او بعض الناس مش كول الناس طبعا بعض الناس بنبقى اشفاري معها او الاستاد بس الاستاد اللي مراحش الاستاد تجرب تريح الاستاد لو عندك فرصة وعندك مساحة وعندك فائد مالي ترفيه تقدر تروح بين الاستاد روح الاستاد واستمتع ووعدك انك هتستمتع طيب